تغذية الأطفال هي واحدة من أخطر المهام التي تقع على عاتق الأمهات حيث أن التغذية الصحيحة ليست فقط مسألة صحية بسيطة بل هي حجر الأساس الذي يقوم عليه نمو الطفل وتطوره العقلي والجسدي للأسف هناك الكثير من الأمهات التي يستخففن بأهمية التغذية السليمة لأطفالهن مما يؤدي إلى مشاكل صحية قد تمتد آثارها طوال العمر في هذا الفيديو سنتحدث عن الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الأمهات في تغذية أطفالهن وسنوضح كيفية تقديم تغذية سليمة في كل مرحلة من مراحل الطفولة لذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مهتم بتطوير صحتك وصحة عائلتك لنبدأ الآن هل تعلمين أن التغذية الخاطئة قد تؤدي إلى نقص في النمو وتأخر في التطور العقلي وحتى مشاكل سلوكية؟ بحسب دراسات أجريت في جامعة هارفرد عام 2016 والتي أكدت أن التغذية السيئة في السنوات الأولى من عمر الطفل تؤثر بشكل كبير على وظائف المخ مما قد يؤدي إلى ضعف في الأداء الدراسي وحتى الطرابات النفسية في المستقبل لذا الاهتمام بتغذية الطفل منذ ولادته ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة لا غنى عنها لذلك هناك بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الأمهات بعدم إعداد نظام غذائي متوازن يلبي جميع احتياجات طفلك الغذائية في كل مرحلة من مراحل حياته فمنذ اليوم الأول لولادة الطفل يعتبر الحليب المصدر الأساسي للتغذية ولكن لا تقتصر التغذية السليمة على الرضاعة الطبيعية فقط بل يجب أن تتضمن رعاية خاصة لنوعية الحليب والمكملات الغذائية التي قد يحتاجها الطفل خاصة إذا كان يعاني من أي نقص غذائي فوفقا لدراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية عام 2018 فإن الرضاعة الطبيعية توفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل في الستة أشهر الأولى لكن مع بدء إدخال الأطعمة الصلبة يجب أن تكون هذه الأطعمة متنوعة ومتوازنة إذا تجاهلت هذه النصائح فإن الطفل قد يواجه مشكلات في النمو وحتى في المناعة فبعد الأشهر الأولى يبدأ الطفل في تناول الأطعمة الصلبة وهنا تبدأ الكثير من الأمهات في الوقوع في أخطاء شائعة مثل تقديم أطعمة غير صحية أو معالجة بحسب طبيبة التغذية المشهورة ماريان نيكولز الأطعمة التي تحتوي على السكر أو المواد الحافظة يمكن أن تؤدي إلى سمنة مبكرة ومشاكل في الهضم وأن الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والبروتينات من اللحوم البيضاء أو الحبوب الكاملة والحليب قليل الدسم هي الأفضل لصحة طفلك وينصح الخبراء بأن يقدم الطعام بشكل تدريجي وبكميات صغيرة حتى يتعود الطفل على التذوق والاستجابة لمجموعة واسعة من النكهات ومن أهم العناصر التي يجب أن لا تغفليها في تغذية طفلك هي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ففي دراسات علمية نشرت في مجلة مجلة علم الأطفال وطب الغدة الدرقية والغذاء تؤكد على أن التغذية الغنية بالحديد والزينك والكالسيوم ضرورية لتطوير الجهاز العصبي والجهاز المناعي للأطفال كذلك نصحت أخصائي التغذية مثل الدكتورة مارلين سميث إلى أهمية تجنب الأطعمة المعالجة والملئة بالسكر المضاف والدهون غير الصحية لأنها قد تؤدي إلى مشاكل سلوكية وتأخر في النمو وهذا يعني أن تزويد الطفل بالغذاء الصحي ليس رفاهية بل ضرورة تساهم في تشكيل مستقبله الصحي والعقلي في النهاية التغذية السليمة هي مفتاح مستقبل صحي وآمن لطفلك لا يمكن اعتبار التغذية مجرد واجب يومي أو أمر ثانوي بل هي مسؤولية حقيقية تقع على عاتقك لتضمن أن طفلك يحصل على ما يحتاجه جسمه ليكبر بشكل سليم ويتطور عقليا وجسديا إهمال التغذية الصحيحة في مراحل الطفولة المبكرة قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لا تظهر فورا بل قد تظل كامنة وتظهر في مراحل لاحقة من الحياة لذلك احرصي على مراقبة نظام غذاء طفلك وتقديم أفضل الخيارات الصحية في كل مرحلة عمرية إذا كنت تبحثين عن طرق لتحسين تغذية طفلك أو تشعرين بالقلق من بعض العادات الغذائية التي يتبعها فإن استشارة أخصائي تغذية هو الخطوة الأولى نحو تصحيح المسار تذكري صحة طفلك اليوم هي استثمار في مستقبله وكل قرار غذائي تتخذينه الآن سيكون له تأثير عميق على حياته في المستقبل شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا كما يمكنكم ترى أسئلتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات إذناه سنجيب على كل أسئلتكم نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاط إلى اللقاء